ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله نواحي القنيطرة من طرف عناصر الضرك الملكي وتم بعدها إشعار المصالح الأمنية التي أخذت عينات من الجدة حيث عملت عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة ونظيرتها بولاية أمنستات على التنصيق فيما بينهما قبل إرسال العينات إلى المختبر العلمي التابع للمديري العام للأمن الوطني لتأكد من هوية شخص معتور عليه وبعد عملية البحث المنجزة تأكد أن الشخص الذي عتر عليه هو قاتل طالقته بالستات حيث ترك رسالة مؤثرة لأمه قبل إقدامه على وضع حد لحياته بقنطرة لاد بالرجال يقول فيها أمي سمحي لي كانت عند مشاكل معها وترجع تفاصيل الواقعة إلى صباح الاثنين ستة وعشرون شتنبر الجاري بشارع إفران بحيم مي مونا حيث أقدم الجاني على مهاجمة طالقتها التي تبلغ من العمر خمسين سنة لحظة فتحها للمكتبة التي تشغل بها ووجه لها طعانة غادرة على مستوى القلب ما أدى إلى وفاتها مباشرة بعد وصولها إلى المستشفى اشتركوا في القناة